ادروا بس على الترند مش الحديد وهو ساخن كل ما يكون في ترند وحضرتك تقدر تستغله في البدايات كل ما هتلاقي المرضود اللي انت عايزه سواء لو قناة لسه مش مفعلة هتقدر تحقق او هيساعدها في سرعة تحقيق شروط الربح سواء من ساعات او مشتركين قناة مفعلة برضو هتقدر تستفاد من الترند في زيادة التفاعل والارباح على قناتها وطبعا ما فيش افضل من ترند قناة كريستيانو رونالدو اللي انت تقدر تستفاد منه زي ما وضحت في الفيديو السابق بس في تعليقات جات من اصدقاء متعلقة انهم ازاي يقدروا يفتحوا بس مباشر لعمل المقارنة بين مشتركين قناة كريستيانو وقناة مستر بيست او اي قناة تانية سواء باستخدام الهاتف او استخدام الكمبيوتر فان شاء الله في الفيديو ده هوضح لك كل الامور بالتفصيل السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه انا عايز اخش في الموضوع مباشرة عشان الفيديو ما يطولش مننا فيلا نقول بسم الله ونبتدي مع بعض هنبتدي بالخطوات المشتركة سواء هستخدم الكمبيوتر او هستخدم الهاتف هروع على متصفح جوجل كوروم وهاجي في البحث هكتب lifecount.xyz وطبيعا انا هيبقى سايب لك الرابط في التعليق المسبت بعدها بيفتح معانا الموقع بالشكل ده وزي ما وضحت بقى في الفيديو السابق مش عايز اعيد الكلام الموقع وجهته بسيطة وسهلة الاستخدام هنا بالاختيار ده لو انا عايز افتح قناة واحدة واعرض المشتركين اللي فيها في اللحظة الحالية او الحية لكن انا هنا عايز اعمل مقارنة ما بين قناتين فهنزل لتحت شوية لغات ما وصل عندي كلمة compare وممكن نقلبه بلغة عربية بس الامر بسيط عشان لو حد بش عارف يقلب المتصفح بتاعه للغة العربية فهروع على اول اختيار وهو الخاص بقى بعمل مقارنة ما بين مشتركين القناتين فهضغط عليه بعدها بتقوم فتح معي الصفحة دي ويبقى عندي مستخدم واحد ومستخدم اتنين او القناة الاولى والقناة التانية اللي انا هبتدي اعمل ما بينهم المقارنة فهاجي مثلا في القناة هنا في الخانة دي واقول مثلا كريستيان حتى لو باللغة العربية مفيش اي مشكلة وقوم ضغط على كلمة search هتظهر معايا هو اول قناة خالص اللي هيبقى plus 50 مليون واضغط عليه تمام يبقى انا كده جاهزت معايا قناة كريستيان اروع على الخانة التانية او المستخدم الاولاني وابتدي اشوف انا عايز اقارن كريستيان ومع مين فهنقول برضو مع الترند اللي شغال مستر بيست واقول له بحث برضو هلاقي اول قناة معايا اللي فيها 300 مليون مشترك واضغط عليه ايبقى انا كده جاهزت القناتين هنضغط على الزر الاخضر اللي هو compare او مقارنة هلاقي الصفحة بقى فتحت معايا بالشكل ده وظهرت معايا عددات المشتركين سواء لقناة كريستيان او قناة مستر بيست بالشكل ده تمام هسيب الصفحة مفتوحة ومش هقفلها وهنروح بقى على الخطوة التانية برضو المشتركة سواء هفتح من الهاتف او هفتح من الكمبيوتر وهي الخاصة لو انا عايز افتح البس المباشر من غير ما اظهر فيه لبصورتي ولبصوتي ويكون فيه موسيقى شغالة وقلت في الفيديو السابق من الافضل ان انا استخدم موسيقى من مكتبة اليوتيوب عشان ابقى ماشي صح بقدر الامكان وما يحصل ليش مشكلة فبالتالي انا محتاج اروح لمكتبة الصوتية وابتدي انزل كم مقطوعة من اللي موجودين بقى تبتدي تختار وتنزلهم عندك على الجهاز عشان بعد كده نستخدمهم والبس مفتوح طب نعمل الخطوة دي ازاي برضو يلا نعرف مع بعض هتروح على القناة بتحتك برضو لو انت بتستخدم الهاتف هتروح على متصفح جوجل كورون وتحولوا عرض باصدار سطح المكتب عشان تقدر تدخل على استوديو القناة بتحتك كأنك فاتح من الكمبيوتر بالزف فهضغط اهو وبعدين اروح على استوديو يوتيوب وبعدين امرأي على الاختيار الخاص بمكتبة الملفات الصوتية واضغط عليه بعد كده بتفتح معانا الصفحة دي وتبتدي بقى حضرتك تسمع كم مقطوعة الجهاز بتاعك طب هتنزلها ازاي هقوم رايح كده على كلمة تنزيل وضغط عليها زي ما انتوا شايفين في ثواني خلاص اتحملت معايا على الجهاز وهكذا بقى ممكن اسمع كم مقطوعة واحملهم بحيث ان انا كل لايف افتحه اشغل مقطوعة شكل تمام فالنقطة دي برضو حبيت اوضحها عشان الناس اللي ما بتعرفش تحمل المقاطع الموجودة في مكتبة الملفات الصوتية على الكمبيوتر او على التليفون بتاعها يبقى احنا كده خلصنا الخطوات المشتركة سواء هفتح من الكمبيوتر او من الهادف تعالوا نشوف ازاي لو انا هفتح بقى بس مباشر باستخدام الكمبيوتر لو حضرتك هتبتدي تعمل بس مباشر باستخدام الكمبيوتر زي ما وضحت في الفيديو السابق ممكن استخدم OBS Studio او استخدم StreamYard عشان ابتدي اعمل البس من خلالهم فانا هوضح هنا باستخدام OBS Studio ازاي اقدر اعمل خطوة زي كده واللي عايز يعمل بستريم يارد انا كنت شرحكوا في فيديو سابق قبل كده بالتفصيل سواء لو انت عايز تعمل من خلاله او تبتدي تعرض اي حاجة على الشاشة بتاختك هبقى سايب لك الرابط بتاعه في التعليقات عشان لو حبيت ان انت تستخدمه تمام فهنبتدي نستخدم برنامج OBS Studio ونشوف ازاي هنعمل بس من خلاله لو حضرتك لسه مبتدئ او ما استخدمتش البرنامج ده قبل كده فانا هوضح لك الخطوات الاساسية اللي تقدر تستخدمه بيه هتكتب في البحث بتاع جوجل OBS Studio هتخش على الموقع وتحمله وهو مجاني تماما واول ما هتفتحه هيفتح معاك بالوجهة ديت تمام انا هقولك على اسهل طريقة ان انت تعمل بيها استريم من خلاله بيكون النفذة ديت هي اللي من خلالها بيتم عرض اي حاجة انت بتبتدي تبسها او تعرضها على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك فهتبتدي تيجي عند المصادر وتضغط على علامة الزيت فتفتح معاك القيمة دي اللي فيها اختيارات اللي بيها بيقولك انت عايز تعرض ايه من خلال البرنامج ففي التقاط جهاز العرض ده لو ضغطنا عليه كده اهو بالمنظر ده بيديلك مسمى هتقوله موافق فخلاص بيبتدي بقى يعرض لك اي حاجة انت بتفتحها على سطح المكتب بتاعك او على الكمبيوتر في الاول بتبتدي تزبط بس المقاس الخاص بالشاشة بالمنظر ده كده اهو تعالوا لما صغروا معاك وعشان تبقى الصورة اوضح بتبتدي حضرتك بس تزبط المقاس بتاعه على قد النفذة الخاصة بالعرض اهو بالطريقة دي كده تمام؟ هو كده زي محضراتكم شايفين بيعرض اي حاجة موجودة على سطح المكتب او على شاشة الكمبيوتر بتاعك فانا لو قمت ضغط وفتح متصفح جوجل كروم زي ما اتفقنا ان انا سايب الموقع مفتوح معايا بالشكل ده كده اهو فهيبتدي يعرض الموقع للناس وانا فاتح البس المباشر بالشكل ده طالما انا فاتح متصفح جوجل كروم فدي اول طريقة بس انا ممكن كده لو انا مثلا حبيت اعمل اي حاجة على الكمبيوتر واللايف شغال مش هعرف لان انا مجرد لو انا مثلا نزلت الصفحة كده لتحت خلاص مش هتظهر للناس تمام ادي طريقة طب ايه تاني ممكن اقدر استخدمه اسهل من كده هضغط تاني على علامة الزائد ومن القيمة دي بلاقي فيه اختيار اسمه التقاط نفذة هو شبيه بالتقاط جهاز العرض بس الفرق بقى هنا انا بحدد له نفذة معينة تكون مفتوحة هي دي اللي يعرضها وايه تاني عشان ما طولش بس معاكو انا عايز اروح لك على الاختيار الاسهل من كده اللي هو ايه فيه عندي متصفح اهو اضغط عليه بلاقي النفذة دي ظهرت معاي هقول له موافق بعدها بتظهر معايا النفذة دي هنا بقى بيقول لي اختيار الرابط بمعنى ها امراي على متصفح جوجل كورون اللي احنا فتحين الموقع بتاعنا عليه وبعدين اجي اخد الرابط ده كده نسخ اهو زي ما حضراتكم شايفين وارجع تاني على البرنامج واجي هنا كده احط الرابط ده لصق اهو وبعد كده امقاين له موافق بعدها بلاقي النفذة دي ظهرت معايا هبتدي ازبط الحجم بتاعها اهو بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين ممكن ارفع لفوق شوية واخفي اسم الموقع واخليه على القناتين بس بالطريقة دي ودي كده اسهل واضمن حاجة تقدر تفتح بيها اللايف بتاعك باستخدام OBS Studio لان انت تقدر بقى تنزل الصفحة ديت لتحت ونفس الامر اللايف بتاعك تنزله لتحت لو انت حابب ان انت تستخدم الكمبيوتر بتاعك في اي حاجة هتبقى ضامن ان ما فيش حاجة هتظهر واللي هيفضل بس موجود قصاد الناس هو الموقع اللي مفتوح على جوجل اللي احنا ربطينه بالبرنامج وهو الموقع الخاص بالمقارنة فده اسهل من انت تعمل التقاط جهاز عرض او التقاط نافذة هل ممكن ان انا اقدر اضيف حاجة تانية اه تقدر ان انت مثلا تضغط على علامة الزائد وتضغط على صورة وتبتدي تقول له موافق ولو في اي صورة موجودة عندك على الجهاز خاصة مثلا بكريستيانو بالمستربست تضغط على استعراض وبعدين تشوف الصورة بتاعتك موجودة فين يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اجيب صورة لكريستيانو هو اقول له اوبين واقول له موافق وبعدين ابتدي اضبط مكانها بالشكل ده كده مثلا عايزة هنا اهي وصورة متحركة لان يعني تبقى فيها نوع من انواع الجذب شوية بالمنظر ده اهو وبعدين اضغط تاني على علامة الزائد واقول له صورة موافق استعراض وامجيب صورة لمستربست واقول له موافق وابتدي احطها هنا كده بالمنظر ده اهو لا اضبط حجمها زي ما انا عايز كده مثلا اهو وهكذا بقى فاي حاجة انت عايز تعمله عايز تكتب نص اشتركه في القناة فعله زر الجرس اي حاجة هتضغط على زائد وبعدين تقوم ضغط على وبعدين تقوم ضغط على نص وكاتب اي حاجة انت عايزها فدي كده الاساسيات اللي تقدر تفتح بيها اللايف بتاعك من خلال OBS Studio وطبعا هنا الجزء ده خاص بالصوتيات سواء بصوت المايك بتاعك او بصوت سطح المكتب بتقدر تتحكم فيه من خلاله حبيت ان انت تظهر ويه اللايف شغال طبعا يكون افضل بتضغط على علامة الزائد وبعدين بتروح على جهاز التقاط الفيديو لو انت موصل اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بكاميرا هتبتدي تقول له موافق وبعدين تقول له موافق تاني وتبتدي مفترض بقى هنا ان انا اكون ظاهر بس طبعا انا مش عامل من فتح الكاميرا وبتخط الصورة بتاعتك او انت بتبقى ظاهر فيه المربع ده واللايف شغال فدي برضو لو انت حبيت تعمل حاجة زي كده الخطوة التانية اي هي بقى هروح على مشغل الموسيقى بتاعي وابتدي اشغل مقطوعة موسيقية من اللي انا حملتها من مكتبة الصوتيات بتاعت اليوتيوب هتغط كده اهو وبعدين ابتدي اتأكد ان انا عامل للمقطوع بعد ما تخلص ترجع تشتغل تاني اوقف الصوت عشان ما يحصلش تداخل واسيب المقطوعة شغالة وانزيها لتحت يبقى كده الصوت بتاعها هيبقى موجود واللايف بتاعي شغال تمام نيجي بقى لخطوة ربط القناة بتحتي ببرنامج OBS Studio هنزله لتحت كده مش هقفله وبعدين اروع على القناة بتحتي وبعدين ابتدي اضغط على علامة الزائد خلاص بالخطوات المعتادة وقول له بس محتوى مباشر وبعد كده اروع على كلمة تعديل وابتدي بقى ادخل عنوان لللايف بتاعي وصورة مصغرة والتخصيص عشان استفاد من المشتركين اتأكد ان انا منفعل وضع المشتركين عشان اي حد يكتب تعليق في اللايف لازم يكون مشترك عندي في القناة تحقيق الربح لو انا قناة مفعلة اتأكد ان انا فعلت الربح وكل الحاجات دي ازبطها قبل ما هبتدي اعمل اللايف بس انا هنا طبعا هخليه غير مدرج عشان انا ده شرح بس وبعدين نقوم ضغطين على كلمة حفظ يبقى انا كده خلاص ما فضليش معايا غير خطوة واحدة بس ان انا ابتدي اخد مفتاح البس دوت كده نسخ عشان اربطه ببرنامج اوب اس استوديو وابتدي بقى اللايف بتاعي فهنرجع تاني للبرنامج وام رايح على الاعدادات وبعدين رايح على البس وبعدين رايح على الاختيار الخاص باستخدام مفتاح البس وبعدين اعمل لصق للمفتاح اللي احنا عملناه نسخ وبعدين اقوم ضغط على تطبيق وموافق يبقى خلاص بمجرد ما انا هضغط على كلمة بدء البس هيتفتح البس المباشر على القناة بتحتي وهيظهر للناس المنظر ده اللي هو الموقع اللي فيه المقارنات بالشكل اللي انتو بتشوفوه في البصوص المباشرة فهضغط برضو على بدء البس وكده خلاص زي ما حضراتكم شايفين البس المباشر ابتدى وهو ده اللي هيبقى ظاهر للناس تعالوا كده اكبر لكم الصورة ده كده نفس المنظر لما اي حد هيجي له اشعار او هيشوف البس المباشر على اليوتيوب وهيضغط عليه هو ده اللي هيبقى ظاهر وصادر وممكن بقى اجي في التعليقات هنا وام كاتب هل ستتفوق قناة كريستيانو على ميستر بيست وام عامل استطلاع رأي بحيث ان انا اشجع الناس على التفاعل بتاعي ويه اللايف شغال وكل ما هيزيد التفاعل فيه زيادة اكيد في المشاهدات كمشتركين كارباح وكل حاجة ويه اللايف بتاعي شغال طيب انت خلصت اللايف بتاعك هتقوم ضغط على انهاء البس المباشر اهو اقوم ضغط على انهاء فكده يبقى اللايف بتاعي خلاص خلص فهضغط على اغلاق وممكن اقوم رايح على ال اوبي اس ستوديو برضو وامقفله لان انا خلاص كده مش محتاجه فهضغط على اقاف البس وبعدين اقوم قفله من علامة ال اكس كده خلصنا الكمبيوتر يلا سريعا على الهاتف ونشوف ازاي نقدر نفتح البس المباشر بتاعنا هنفتح بقى البس المباشر من الهاتف بتاعنا باسهل طريقة لو انا ما عنديش اي برامج موجودة على الهاتف بتاعي ستريم يارد او بريزم لايف لا احنا هنعمل بس لشاشة الهاتف بتاعنا باستخدام تطبيق اليوتيوب نفسه فالامر هيكون سهل ان شاء الله احنا محضرين في الاول زي ما قلنا بقى فاتح الموقع على جوجل كورونج نحمل الموسيقى بتاعتي فاول حاجة هعملها ايه هاجي على مشغل الموسيقى اللي بيبقى موجود على الهاتف بتاعي ايا كان نوع الهاتف بتاعك لازم بيبقى موجود عندك مشغل موسيقى اللي انت بتستخدمه في سماع اي اغاني او اي حاجة موجودة عندك على الهاتف فهندغط عليه في الاول كده وبعدها هنبتدي نشغل المقطوع اللي احنا حملناها اهو وبرضو نفس الامر اتأكد من خلال الايكونة دي اللي انا مفعل الوضع الخاص بتكرار الاغنية ما تخلص تتعاد مع نفسها تمام انا طبعا اقفل الصوت عشان ما يحصلش تداخل لكن زي ما انتو شايفين المقطوع الموسيقى شغالة هي وهترجع تتعاد تاني هسيبها شغالة زي ما هي وهنزلها لتح اهو تمام بعد كده همضاغط بقى على تطبيق اليوتيوب وبعدين همضاغط على علامة الزائد وبعدين همراي على الاختيار الخاص به البس مباشر بتظهر معايا الصفحة دي اول حاجة بابتدي اختار عايز الكاميرا الامامية او الكاميرا الخلفية حابب ان انت هتقفلها مفيش اي مشكلة وهنشوف برضو مع بعض ازاي بعد كده المايك هنسيبه مفتوح الاختيار اللي بعد كده ده خاص بطريقة عرض اللايف بتاعك عايزه عمودي ولا افقي بتتحكم من خلال الاختيار ده زي ما انتو شايفين قال لكده اتجاه افقي كده اتجاه عمودي تمام لذلك كده الامور سعلى هنروح على علامة الالم وندغط عليها هتبتدي تيجي في الانوان وزي ما اتفقنا هتكتب مقارنة ما بين قناة كريستيانو وقناة مستر بيست مستوى العرض طبعا هتخليه علني بس انا هنا هخليه غير مدرج بعد كده هتخلي الفيديو غير مخصص للاطفال طبعا لو عايز تعمل بس مشترك بس دي هنسيبها مأفولة دلوقتي الوصف اتدخل الوصف اللي انت عايزه هنجل الاختيار المهم بالنسبالي وهو التسجيل الرقمي للشاشة وهتفعله ليه؟ عشان من خلال الخيار دوت احنا هنبتدي نعرض اي حاجة على شاشة الهاتف بتاعنا هتظهر واللايف شغال فالقيار ده مهم ان احنا هنفعله بيقولك اضافة عنوان للعبة ده لو انت عايز الناس الجيمرز لكن احنا مش هندخل ولا عنوان للعبة ولا اي حاجة بعد كده تحديد موعد لاحق للبس لو حبيت تعمل معاد معين اللايك بتاعك يبتدي فيه بعد كده الاعدادات المتقدمة بتضغط عليها هنا لو حبيت تفعل الربح لو قناة مفاعلة السماح بالمحادثة والحاجات دي طبعا لازم بتكون مفاعلة نرجع تاني الورا ونقوم ضغطين بعد كده على كلمة التالي اختيار جمهور بنتأكد ان هو ليس مخصص للاطفال وبعد كده بنضغط على التالي بيقول التم ضبط موعد البس اضغط على كلمة التالي طبعا بتظهر معايا النفذة ديت عشان يأكد عليها ان اي حاجة او زي ما حضرتكم شايفين هتظهر على الشاشة اشعارات مكالمات ايا كان هيظهر للناس واللايف شغال فهو برضو بيعرفك حاجة زي كده فهنضغط على كلمة حسنة سيبدأ يوتيوب تاني بيأكد عليك هنقول له ابدأ الان كده لغاية دلوقتي اللايف بتاعي ما اشتغلش هيشتغل اول ما هضغط على بدء بس مباشر طيب احنا شايفين طبعا الايكونة دي اللي ظهرت معانا من المفترض انا اكون ظاهر دلوقتي بس انا عشان اقفل الكاميرا بتاعت الهاتف لو انا مش عايز اظهر اروح على الاختيار ده بتاع كاميرا الفيديو اللي موجود فوق واضغط عليه بالشكل ده يبقى انا قفلتها خلاص واللي هيبقى ظاهر الصورة الشخصية بتاعت القناة بتاعته الجنبيها المايك لو حبيت اقفله اضغط عليه طب بس احنا مش هنقفله ليه عشان صوت الموسيقى اللي احنا مشغالينه حاليا ما ننساش اهو المقطوع الموسيقى شغالة في الخلفية زي ما هي فلو انا قفلت صوت المايك مش هتظهر صوت الموسيقى فانا هسيب المايك مفتوح علامة الترس دي خاصة لو انا حبيت اعمل زوم او حاجة للكاميرا بس احنا طبيعي افلي قبل ما اضغط بقى على بدء بس مباشر هعمل ايه هروح على متصفح جوجل كورون اللي احنا زي ما اتفقنا في الاول خالص محضرين الموقع بتاعنا وفتحينه عليه هضغط عليه كده اهو هلاقي الصفحة الخاصة بالموقع مفتوحة والعداد المشتركين شغال وكل حاجة تمام هامضغط بقى على بدء بس مباشر كده البس المباشر بتاعي شغال تمام واده قناة كريستيانو وقناة بيستر بيست واده عداد المشتركين بتاعهم هسيب الصفحة برضو شغالة واللايف مفتوح والموسيقى شغالة ووقت ما انا احب اقفل اللايف خلاص كل اللي انا هعمله هضغط على علامة الاكس ويقول لي هل تريد فعلا اقفل بس هقول له خسنا بيقول لي خلاص انتهى البس المباشر بعدها هضغط على كلمة تم ويبقى اللايف خلاص كده اتقفل معي وبس كده قادي الامر بكل بساطة وازاي تقدر تفتح البس سواء ان انت بتستخدم كمبيوتر او بتستخدم الهاتف بتاعك هستنى رأيكم في التعليقات ولوليك اي سؤال ويريد ما تنساش اللايك ومشاركة الفيديو وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام وصلى على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة